السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا له يوم الخميس 11 تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج العذراء وطبعا اليوم عنا ايضا انتقال الزهرة اللي راح تنتقل من برج السرطان لبرج الاسد القمر موجود بالعذراء لغاية الساعة تنتين وست دقائق من صباح يوم الجمعة يوم الغد بتوقيت جرينتش يعني فجرا هي ولكن بتوقيت الشرق الاوسط بتصير صباحا القمر الان موجود في منزلة السماك الاعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تنتين وست دقائق فجرا فجر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي القمر الان موجود في برج العذراء زي ما حكينا عشان هيك اليوم برضو منعود لطبيعتنا الجادة ومنولي مزيد من الاهتمام لصحتنا من خلال ممارسة او بدء نظام غذائي او تمرين رياضية بتساعدنا في الحفاظ على وزننا ونذهب للعمل بحيوية ومنركز في جميع التفاصيل والتدقيق بكل شيء منكون منظمين جدا والناس حولنا نادرا انهم يقدموا الدعم المالي او العاطفي في هاي الفترة لان العنصر العملي في حياتنا هو المسيطر اكثر احذروا من الوهم والوسواس في هاي الفترة هاي الفترة افضل وقت للتخلص من عادات سيئة كالتدخين او شرب الكحوليات او المهدئات او المخدرات ويمكن الحصول على حيوان اليف او قراءة كتاب مفيد او البدء بعمل جديد وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع الزملاء في العمل والمراجعات والفحصات الطبية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم عنا مجموعة من الزوايا اول زاوية هي زاوية التثليث ايجابية بين الشمس وبين زحل هاي زاوية لها تقريب السبع ايام ومستمرة سبع ايام قادمة ذروتها اليوم الساعة ثلاثة واربع دقائق صباحا بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسئولية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين زحل هاي زاوية رح تكون الساعة اربعة وستة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج من واجه مصاعب عرقيل بتطلب منا ان نبدو الجهد لنتغلب عليها بانفسنا وان لا نعتمد على الحضوظ بيفتقر البعض الشجاع اللازم لمواجهة مشاكلهم فبيل جول الهروب الى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر تجعل عزيمتنا ضعيفة منكون متقلبين غير راضيين كثيرين النقد والعنادي وميالين للكآبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة اربعة واربع وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا نطلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا بتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة اتناعش وواحد وخمسين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا اكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن افكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة ايضا زاوية التثليث ايجابية بين الزهرة وبين نيبتون الها تأثير تقريب ثلاث ايام ومستمرة ثلاث ايام قادمة رغم انتقال الزهرة الا انه بظل تأثيرها موجود ذروة هاي الزاوية الساعة ثنتين وواحد وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيج بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الاخرين لالنا تجلب لنا السعادة بالعاطفة والقدرات الفنية وبتسمح لنا بتحقيق مشاريع مهمة وبسا يعني شوي هيك ممكن انه يكون لها بعض الاهتمام على المستوى العاطفي اما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هاي الزاوية وهي زاوية انتقال الزهرة اللي رح تنتقل من برج السرطان لبرج الاسد الساعة اربعة وثمنتاشر دقيقة عصر يوم الخميس اه احد عشر سبعة اللي هو اليوم ورح تظل موجود في برج الاسد لغاية الساعة ثنتين واثنين وعشرين دقيقة فجر يوم الاثنين خمسة ثمانية خلال الفترة المذكورة بيطرأ تحسن على مظهر موليد البرج برج الاسد وبيشعروا بقوة العاطفي وانجذاب افراد من الجنس الاخر لالهم بيستفيد معهم موليد الابراج النارية الاخرى والهوائية مثل الحمل قوس جوزاء ميزان دلو وكل شخص لما انولد كانت الزهرة موجودة ساعة ولادته في برج الاسد وعادة الاشخاص اللي بين ولده بتكون الزهرة عندهم في برج الاسد هذولا اشخاص رومانسيين من منذ ولادتهم وسهل جدا انهم يقعوا في شباك الغرام واذا وقعوا في شباك الغرام طبعا او علاقة حب مع طرف اخر هذولا بيكون واضح عليهم جدا من حركاتهم وتصرفاتهم ونشاطهم ونظراتهم واهتمامهم بنفسهم وكل شيء اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت ايجابية بين القمر وبين اورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وعشرين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تمنحنا افكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة وبتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفز والسينما والميل لكل ما هو مدهش وغريب بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عملية جراحية كبرى لالها اما عمليات اضطرارية فما في اي مشكلة مراجعة طبية فحوصات طبعا ما في اي مشكلة الامعاء الدقيقة الاعور القلون الجهاز الهضمي الاثنى عشر المستقيم اجهزة الاحساس اللي هي العيون والاذنين يوصى باجراء العمليات الجراحية لباقي اعضاء الجسم طبعا ما في اي مشكلة ايضا هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لكنه لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او بالطرق التقليدية للاشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر ولكن اللي ما عندهم اي مشاكل في كثافة الشعر فما في اي مشكلة يصلح ايضا لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود بالعذرة خلو المسار القادم رح يكون يوم الغد الجمعة بيبدأ الساعة وحدة وخمس وخمسين دقيقة فجرا وبيستمر حتى تمام الساعة ثنتين وست دقائق فجرا بتوقيت جرينج اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ست ايام الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم السابع نسبة الاضاءة واحد وثلاثين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة سبعين في المية ساعة المساء سعيد بنسبة ستين في المية القمر في العذراء حتى يوم اثناش سبعة منتحس بنسبة عشر في المية الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة خمس واربعين في المية ساعة الصباح سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعة الضهر سعيد بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الأسد حتى يوم خمسة وعشرين سعيد بنسبة 30% الزهرة في السرطان والأسد راح تنتقل للأسد ورح تضل بالأسد ليوم 5-8 سعيد بنسبة 60% المريخ في الثور حتى يوم 20-7 منتحس بنسبة 15% المشتري في الجوزاء حتى يوم 19 سعيد بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 30% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتكن تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبتكن تنتبهوا لغذاءكم وراحدكم أيضا اليوم يعني شبيهة لتوقعات يوم الأمس إلا أنه اليوم ممكن يكون فيه عمل جديد أو بعض الحلول لبعض مسائل العمل وبتشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظم عملك بشكل جيد وما تهمل الواجبات وحاذر من التبذير وعالج المسائل المالية وبتجد حلول لأمور تتعلق بالفواتير المتوجبة عليك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور أيضا اليوم رح يكون مميز أكثر من يوم أمس اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم أيضا حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صحيح الانطباعات عنك اثبت للمشكيكين طاقتك وما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الإنجاز أثابر برج الجوزة من نسبة لموليد برج الجوزة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ولكن إذا كتهدئ من روعك وتحاول أنك توقف التفكير قليلا ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم إش أنك ما تختلق المشاكل وما تخال في الرأي العام وما تناقش بجفاء بل بليونة تامة وحاول أنك تكون قريب من أفراد العائلة وتقوم ببعض المسائل اللي تدخل الفرحة عليهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بتنشطوا بالسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لا اجتياز امتحان وبإمكانكو أنكو تعززوا العلاقة مع أخ أو جار وبتكثر عندكم التنقلات وحركة التواصل فترة ممتازة العقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شيء أنك ما تكثر المطالب وتجنب اعتماد أسلوب فضل وابتعد عن التحديات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم برضو بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن اليوم تناقش موضوع مالي أهم مش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل وما تبذر أموالك وكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط أكثر فأكثر بدروا إلى خطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية اليوم ممكن تحسم أمورك وتقرر على شيء جديد ابتفرح لانفراج أو لتسوية أو لتطور أو مرمى بتلفت نظر الآخرين بأفكارك الخلاقة وسرعة بديهتك وبتنهي مفاوضات لصالحك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا يوم آخر إلى غاية صباح يوم الجمعة بدك تكون حذر لأنه بيتطلب منكم هذا اليوم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم بتعيش دوامة من الكآبة والإحباط وتعتبر هاي فترة فيها إرهاق وتقاعص ابتعد عن الأجواء الصاخبة والأماكن المكتظة وابحث عن الهدوء والسكينة ويعمل بشكل روتيني وما تتخذ قرارات حاسمة وأي شخص بوعدك بشيء عادي جدا يعني ما تهتم كثير للأمور إذا ما زبطت الأمور برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم ما بس بتكو تنجزوا كل الأعمال المهمة قبل اليوم الغد منكم أشخاص اليوم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك هذا اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لك فرصة غربلت ومعرفة الصديق من العدو اظهر انفتاح أكبر واهتمام أكثر وحاول أنك تكون اليوم اجتماعي عشان تنجز بعض الأمور برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ممكن تتلقى عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم حاول أنك تكون عند حسن الظن ما تتهور ما تنفعل ما تخلف القوانين والجنب الإنفعالات والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن تفرح لإنفراج ملموس بترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وبتقوموا بخطوة مباركة ممكن تتلقى إشارة إيجابية وتعتبر هاي فترة مناسبة للتقاط أنفاسك بعد العواصف برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي أو بيجي حتى من شراكي من زوج زوجي بنك ضريبة تأمين مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة اطلب رأي الشريق قبل التمسك بقرارك ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية وباستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم شي إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وما بنصح طبعا اليوم لأي خلافات كبيرة حاول إنك توطد العلاقة مع شركائك أو مع زوجتك جيد اليوم هذا للمصالحات وأيضا جيد لتوقيع عقد تجاري ولكن بدك تحاذر من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي كان ممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم أهم مش إنك ما تخالف القوانين عشان ما تصير أنت الغلطان هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر